السلام عليكم ورحمة الله في هذه الحلقة إن شاء الله سترون معي الفرق بين كونتاكتور تومبوريزي مع المينتري الكنتاكتور تومبوريزي يخدم لي الدور المينتري وكذلك هذا المينتري فيما نستعملهم في المصاعد الدروش بالنسبة للعيوب والإيجابيات والفرق بينهم الكنتاكتور تومبوريزي يعني يتحمل يعني على الأقل مئة مصباح وأكثر الكنتاكتور تومبوريزي يتحمل يعني عدة مصابح يتحمل محرك وما بك فقط مصابح ضعيفة جدا في الكورون ديالها أما المينتري هذا النوع هذا لا يتحمل فوق مثلا 15 مصباح يعني الموبل يكون في طبقات أكثر لا يحسن يعني استعمال هذا فقط استعمل الكنتاكتور تومبوريزي الذي استعملت الكنتاكتور تومبوريزي يتعمل معك يعني مدى الحياة دائما يعني هذا يختم في المصانع أنك استعمله يعني كيبقى للمحرك دائما وما بالك فقط للمصابح هذا يعني يستعمل يستحسن أن يستعمل يعني في العمارات الكبرى وكذلك في الموبل اللي يكون لي فيهم طبقات بزاف مثلا عندك عشرين مصباح فهذا لا يتحمل عشرين مصباح سيشتغل معك وتقول أن الأمر جيد لكن يعني بالتجربة دائما ما أقوم بتغييره يعني هذا غير جيد بالنسبة فوق عشر مصابح لا يتحمل عشر مصابح فهذا الوشعة دياله أي البوبين قد تسخون الحرارة دياله والأسلاك يعني كتخدم فوق الطاقة دياله عشر مصابح يعني فهو أمر أكثر من الجهد دياله كيبقى يسخن له الأسلاك كيبقى يسخن هو البوبين دياله لذلك المدة دياله عام عامين أو ثلاث سنوات على الأكثر وكيضيع هذا لذلك من الأحسن إذا كان عندك موبل أكثر من عشر مصابح فيستحسن أن تستعمل كونتاكتور تمبوريزي فالكونتاكتور تمبوريزي يتحمل أكثر من مئة مصباح يعني حسب الكنتاكتور ولكن الكنتاكتور يعني الميمون دياله سيتحمل لك أكثر من عشرين مصباح وهذا هو أكبر جهد بالنسبة للمصاعد اللي يكون في يوم عشرين مصباح خمسة عشر مصباح بالنسبة للبرانشمون فأمر سهل بسيط يعني تقريبا تركيب المينتري العادي مع تركيب كونتاكتور تمبوريزي يبقى كل شيء في مكاني لا يتغير أي شيء سوف نرى معكم التركيب كونتاكتور تمبوريزي اذا كان لديك عشرة مصابح فيستحسن أن تستعمل كونتاكتور تمبوريزي وليس المينتري هذا هذا لا يتحمل بالنسبة لدي كونتاكتور تمبوريزي كيف ترى معي هنا فاز نوتر لذلك فاز يتحمل البطن بسوار و يتحمل معه 13 و الروتور البطن بسوار يتحمل معه 14 و من 14 يتحمل معه التمبوريزي التمبوريزي و من التمبوريزي يتحمل معه والنوتر و نتحمل مع النوتر و نتحمل مع المصابح كاملة نتحمل معه النوتر و نعطيهم نفس النوتر و مع الدجونكتور بالنسبة لطرف الثاني المصباح نعطيهم هذا البطن بسوار هذا البطن بسوار يمكنك تخرج 10 مصابح من هنا و 10 مصابح من هنا لذلك لديك هذا البطن و تضعهم فاز من فوق و يتحمل من هنا يخرج لك 10 مصابح 10-10 مصابح من 30 مصابح يعني أنت على أكثر ما تستعمل يعني التمبوريزي هو أمر جيد يعني يستعمل يعني يستعمل التمبوريزي و ستشكرني عليه طول حياتك لأن هذا لا يتحمل فوق 10 مصابح أما التمبوريزي يتحمل ما تشاء فأعطيه ما تشاء يعني يعني تخرج من هنا من المصابح من المصابح يعني تخرج من المصابح يعني تخرج من المصابح من المصابح يعني الإضاءة يعني تشعل المصابح في نفس الوقت يعني يعني تشعل المصابح يعني تخرج من المصابح حساب المدة التي تريد يعني تخذ دقيقة نصف دقيقة على حساب يعني ما تريد أن تفعله فأنا قلت لكم فهذا الـ يستحسن يعني يستعمل يعني في الموبل الكبار في الموبل الكبار يعني يكون في يوم كتر من 10 ديل المصابح كما ترون فأنا قلت لكم يعني نعود الشرح من البداية هذا المنطري هذا النوع لا يتحمل فوق 10 مصابح خمس مصابح طبقتين أو ثلاث طبقات يعني كافي هذا ممكن ولكن أنت عندك سبع طبقات وكل طبقة فيها ثلاث مصابح أعطيك أكثر من 20 مصابح هذا لا يتحمل 20 مصابح يعني سيشتغل معك مدة ولكن يعني ضروري سيأتي في هذا الوقت سنة أو سنتين أو أقل على حسب استعماله وسيمشي لك وسيضعفه من الأحسن يعني عندما تكون عندك موبل كبير استعمل الـ سواء يعني للتكنيسيان إذا كنت تتخدم مفتشي الذي تخصي طبقه من الأحسن تقول هذا السيد تقول له نخدم لك بالتكنيسيان لك الموبل كبير إذا كان موض الضار كذلك هو يتحمل مسؤولته هو يقول لك مثلا نشري الـ التكنيسيان أو سواء الموبل فالتكنيسيان أحسن بكثير من المينيتري العادي هذا المينيتري العادي لا يتحمل يعني أكثر من عشرة مسابيع يعني عشرة مسابيع من المنتجة من المنتجة من المنتجة في الـ دون اعطاء المنطقة يدخل مفتشي في مفتشي من المنتجة من الأحسن؟ لن تكون عندك أكثر من 10 مصابح عوض مكان المينيتري فلمينيتري لا يتحمل أكثر من 10 مصابح هذه هي حلقة اليوم نتمنى أن تنل إعجابكم لذلك اللي عندك عشرة المصابح قوم بتركيب مكان المينيتري هذه هي حلقة اليوم نتمنى أن تنل إعجابكم شجعونا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته